السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الإملاء المدرجة دائما ضمن الوحدة الأولى مغاربة العالم المرجع المنير في اللغة العربية المستوى الخامس عنوان الدرس همزة الوصل والقطع همزة الوصل والقطع إذن آتي بكلمات تبتدئ بألف وأنطقها على مسمع صديقتي أو صديقي إذن سنأتي ببعض الكلمات التي تبتدئ بألف وأنطقها على مسمع صديقي أو صديقتي نحاول أن نوضح الفيديو أكثر إذن عندي مثلا أب أخ أم اكتشف إذن هذه بعض الكلمات التي تبتدئ بألف أب أخ أم اكتشف ألاحظ وأكتشف أقرأ النص وأستخرج منه كلمتين مدوءتين بهمزة وصل أو همزة قطع إذن نقرأ النص بداية سارة العالمة رأت سارة النورة في الدار البيضاء لتكون أكبر إخوتها درست بكلية العلوم بن مسيك حيث مكنتها المراتب الأولى من السفر إلى فرنسا فاستفادت من تدريب على يد بروفيسور فرنسي أشرف على تأطيرها إذن كلمة بها همزة وصل مثلا عندي العالمة هنا لا تنطق في سياق الكلام سارة العالمة لا نقول سارة العالمة لا سارة العالمة هذه همزة وصل كلمة بها همزة وصل لاحظوا معي هنا رأت سارة النورة أيضا هنا همزة وصل في الدار البيضاء لتكون أكبر إذن عندي هنا ما يمكنش نقول وأكبر إذن أكبر أكبر همزة قطع همزة قطع من بعد عندي نشوف القاعدة دي كنربطوك الكلمة اللي بهم همزة وصل أو همزة قطع مع الواو أو الفع إذن عندي هنا همزة قطع أكبر العالمة همزة وصل أغني الجدولة بكلماتين من النص مبدوئة بهمزة وصل القطع حسب المطلوب إذن سنغني الجدول من النص إذن عندي الأسماء عندي همزة وصل عندي مثلا هنا النور عندي دار البيضاء إذن عندي دار دار البيضاء مثلا عندي العلوم عندي المراتب إذن المراتب بالنسبة الاسم به همزة قطع رأت سارة نورة في الدار البيضاء لتكون أكبر أكبر إذن اسم به همزة قطع أكبر أكبر إخوتي إذن إخوات أيضا همزة قطع اسم به همزة قطع إخوات بالنسبة الهمزة وصل فعل به همزة وصل درست بكلية العلوم بنماسيك حيث مكنتها المراتب الأولى من الصفر إلى فرنسا فاستفادت إذن استفادت عندي في الجدول من تدريب على يد بروفيسور فرنسي أشرف على تأطلع إذن عندي هذا الفعل هذا به همزة قطع إذن فقط فعل استفادت هو المتوجد في النص بالنسبة لهمزة قطع عندي فقط أشرف فعل أشرف كما تلاحظ فقط فعل أشرف بالنسبة للحرف أيضا عندي فقط إلى إذن هذا ما الكلمة فقط لكن في النص اللي يكون فيهم بالنسبة للفعل همزة وصل وهمزة قطع بالنسبة للحرف إذن همزة وصل استفادت همزة قطع أشرف والحرف إلى عندي هنا مثلا سنأخذ كلمات أفعال من عندي يعني نضيفهم باش نغني لجي دول إذن مثلا فعل بهمزة وصل مثلا استخرج همزة أستطيع أستطيع أن أقول واستخرج إذن همزة وصل فعل آخر استثمار مثلا استثمار إذن همزة وصل بالنسبة لهمزة قطع عندي الشرفة ممكن نقول أخذ أعطى 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 إذن أخذ أعطى فقط أفعال من يمكن لكم أنكم تغنيوا بيوم الجدول بالنسبة للحروف عندي إلى أن أو إن تنطق وإذا أو إذن إذا أو إذن إذن نمر التمرين الموالي أعيد قراءة النص وأميز بيننا وعي الهمزة في أول الكلمة من خلال النطق إذن صارة العالمة لاحظوا معي هنا صارة العالمة إذن هنا همزة وصل لا تنطق في سياق الكلام رأت عندي هنا واحد الهمزة ولكن هذه همزة متوسطة نقرأ عادي رأت صارة النور النور همزة وصل لا تنطق في الدار البيضاء أيضا عندي همزة وصل لتكون أكبر إخوتها إذن عندي هنا همزة قطع لازم أنني انطق بهم أكبر إخوتها درست بكلية العلومة لاحظوا معي العلومة همزة وصل لا تنطق في درج الكلام بكلية العلومة بني مسيك همزة همزة وصل وليس همزة قطع همزة وصل وليس همزة قطع من الصفري من الصفري من الصفري همزة وصل إلى هنا حرف همزة قطع إلى فرنسا فاستفادت هنا همزة وصل لاحظوا معايا فاستفادت من تدريب على يد بروفيسور فرنسي أشرف الفعل هنا همزة قطع على تأطيرها أيضا هنا تأطيرها همزة متوسط هذه همزة متوسط أميز بين همزة الوصل وهمزة القطع من خلال إضافة حرف الواو أو الفا إلى الكلمات التالية لاحظوا معيون عندي أغلبهم أغلبهم إذا أضفنا حرف الواو لهذه الكلمة هذه همزة قطع إذن فنقول وأغلبهم لا يمكن أن نقول وأغلبهم وأغلبهم إذن هنا همزة قطع المغربي والمغربي والمغربي إذن همزة وصل استحضر فاستحضر فاستحضر هنا همزة وصل فاستحضر من لمuna تنتقش إذن همزة وصل أنت عندي هنا أنت إذن وأنت وأنت إذن همزة قطع ما يمكن أُنت أنا ما يمكن أُنقل واستحضر لن واستحضر وأنت عندي هنا همزة قطع استنتِج همزة الوصلي سرعة يعد من التخلص الساكن إذن همزة الوصل هي همزة في أول الكلام تتكون عندنا في أول الكلام زائدة يؤتى بها للتخلص من الإبتداء بالساكن باش من مبدوش بالساكن تكتب همزة الوصل في الأسماء والأفعال ومع التعريف إذن تكتب همزة الوصل في الأسماء الأفعال ومع التعريف يتم النطق بها في أول الكلام ولا يتم النطق بها في وصل الكلام في وسطه الهمزة الوصل يتم النطق بها في أول كلام ولا يتم النطق بها في وسطه كما قلنا في درج الكلام لا يمكن النطقها مثلا درست بكلية العلوم لا نقول درست بكلية العلوم العلوم الهمزة همزة القطع هي الهمزة التي تظهر في النطق دائما الهمزة القطع هي الهمزة التي تظهر دائما في النطق سواء كانت في بدء الكلام او في وسطه سواء كانت في البداية الكلام او في وسطه مثلا عندي لتكون اكبر اخواتي اذا انطقت هنا اكبر ا اذا الماذا وخكي نفس الكلام كنطق الالف مثلا الى فرنسا من السفر الى فرنسا اي لانها همزة القطع اعيد همزة القطع هي الهمزة التي تظهر في النطق دائما سواء اكانت في بدء الكلام او في وسطه تكتب همزة القطع في اولي الاسماء والافعالي والحروف ويتم النطق بها اذا تكتب همزة القطع في أولي الأسماء والأفعال والحروف ويتم النطق بها أطبق أقرأ العبارة الآتية وأضع خطا تحت همزتي الوصل وخطيني تحت همزتي القطع بعد شكلها إذن إن عمل المغربي إذن همزة وصل همزة قطع أمانة في عنقي التفريط فيها أنا ممكنش نقوله التفريط إذن التفريط فيها أمر غير مسموح به إذن إن أقرأ العبارة الآتية وأضع خطا تحت همزة الوصل وخطيني تحت همزة القطع إذن إن همزة قطع إذن خطين إن عمل المغربي همزة الوصل إذن المغربي همزة الوصل أمانة أمانة يمكن أن نقول ومانة إذن أمانة تنطق إذن همزة قطع في عنقه التفريط فيها هنا أيضا همزة قطع إن في بداية الجملة ما يمكنش نقوله في عنقه تفريط في عنق في عنقه التفريط فيها أمر هنا همزة قطع أيضا غير مسموح به أمر 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 غير مسموح به إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر